السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم مرة اخرى على قناة تهت الاطفال في ممارسات خاطئة جدا و انا بلاحظها بشكل شبه يومي عند بعض الامهات و الابات لو طفلك تعبان وانت شايله كده وطفل مثلا حرطه عالية جدا وعنده مقروب او عنده انتهبات بلاحظ ان الام ممكن تبس فيه او تهضنه او تجيبه نحية نفسها وكده ده طبعا كفيل ان هو ينقل العدوى ليكي يا جمان عايز اقول لكم على مقطع مهمة جدا وهو ان انت مش معنى ان انت بتبس الطفل وهو عيان ان انت هتتقاط منه العدوى يعني هتسحاب منه المقروب وتاخديه انت والطفل هيخف لا بالعكس اللي هيحصل ان حضرتك كمان او حضرتك لو عملت العاملة دي انت كمان هتتعب اه الدور اللي ماشي ده دور معضي جدا جدا دور شديد العدوى بنتقل عن طريق النفس عن طريق الرزاص عن طريق الكحه فمهم جدا ان احنا نحافظ على نفسنا تمام كده فممنوع طفل لو هو تعبان لو عندك طفل تعبان او عنده سخنية او عنده دور برد يفضل ان احنا نلبس كمامه عشان نحمي نفسنا عشان ما نتعبش عشان نقدر نعتني به عشان انت تقدر تقوم به وتراعيه وكده لو انت القب وانت شايل طفلك مش مهم انه والطفل هو تعبان وانت جاي تكشف عليه وعنده حراره ان انا قعد ابوس فيه او احضنه او اجيبه عند وشي فبالتبعيه هينقل العدوى ليك وبالتالي سيادتك لأسف هتنام جنبه وهو برضه هياخد وقته او هياخد علاجه وعما يتحسن لكن هندخل بقى في دايرة بقى ان العدوى هتمتقل لكل الافراد الاسرة فالممارسات الخاطئة يا جماعة والحنية الزايدة الغير مبررة دي يفضل ان احنا ناخد بالنا منها ناخد بالنا ان احنا نحافظ على نفسنا اه برضه لا تلقوا باديكم الى التهلقه الواحد ما يرميش نفسه يعني يحافظ على نفسه يحافظ على صحيته عشان يقدر يعولي الاسرة الحياه بقت صعبة جدا والامور صعبة خالص على الناس فمهم قوي قوي ان احنا نحافظ على نفسنا دي كانت رسالة صغيرة كده على القناة اتمنى تستفيدوا بها واتطبقوها لو طفلك عيان بلاش ان انت تقرب منه البسك ماما لو انت لابسها مقابل البس النقاب كويس لو سيادتك كنت اللي شايل للبيبي حاول انت ما تحضنوش اوي اوي ما تجيبوش عندك اوي اوي البس حتى كماما بحيث ان انت تحافظ على نفسك عشان ما تاخدش العدوى من الطفل تحياتي لكم كلكم ما تنسوش بقى كل الناس اللي ما عملش اشتراك في القناة هي ريت نعمل اشتراك في القناة فعالوا علامة الجرس واعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل الامهات تحياتي لكم من قناة تاعت الاطفال كنت معاكم دفروس في استشارة تبلغ اطفال واحدث الولادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة